الانتقال يبدأ اعتراضاً غير مبرراً على تشغيل ميناقنا في محافظة شبوى بعد أيام من تدشين العمل في هذا الميناء الأقدم في تاريخ اليمن برزت الاعتراضات من جانب المجلس الانتقال مستغلاً ممثله في مجلس الوزراء وبالأخص وزير النقل عبدالسلام حميد بعد تفريغ ناقلتين حمولتهما من المشتقات النفطية في الميناء بحسب مصادر مطالعة في مجلس الوزراء طالب الوزير بإيقاف استيراد المشتقات النفطية عبر الميناء الجديد ومنع تفريغ السفينة الثالثة رغم أن الميناء انشئ بموجب قرار جمهوري وتوجيهات من الرئيس عبدالربو منصور هادي وفقاً لتصريحات مرئية لنائب رئيس الوزراء السابق سالم الخمبشي خلال لقاء له قبل ثلاثة أشهر بسلطة محلية في محافظة شبوى نفيذ الخطوات الإجرائية التي بدأ بتنفيذ القرار الجمهوري الخاص بإنشاء ميناء جنة أثار موقف وزير النقل بحسب المصادر ذاتها جدلاً في مجلس الوزراء أبدى خلاله الوزراء المحسوبون على المجلس الانتقال موقفاً مؤيداً للوزير حميد لكن دون تغيير جوهرياً في موقف الحكومة إذا افتتاح مناقنا ودوره الذي يؤديه لفائدة محافظة شبوى وإجزاء أخرى من محافظات البلاد ما دفع بالوزير إلى مقاطعة اجتماعاً لرئيس الوزراء ضم وزراء ومسؤولية الهيئة المعنية بالإشراف على عمل المنافذ البرية والبحرية والجوية الجدل الدائر حول مناقنا الذي تم تسجيزه وافتتاحه بنا على توجيهات الرئيس هادي يضع الحكومة التي تعمل تحت إشراف الرئيس أمام اختبار حقيقي أنتجه هذا الاعتراض على مشروع أنشئ بإرادة رئاسية لخدمة المواطنين في محافظة شبوى والمحافظات المجاورة مناقنا قبل ثلاثة أشهر للتخفيف من معاناة متعددة المظاهر تمثل الكلفة المالية لأجور نقل المشتقات النفطية من ميناء كميناء نشطون في محافظة المهرة أهم مظاهرها إلى جانب صعوبة الحصول على هذه المشتقات من ميناء الزيت في عدن الذي يسيطر عليه الانتقال صعوبات تندرج في إطار سياسة احتواء واضحة مارستها وتمارسها الإمارات على محافظة الشبوى من خلال المجلس الانتقالي منذ طرد النخبة الشبوانية التابعة لها في أغسطس من العام الماضي من المحافظة وتريد على ما يبدو أن تتدارك تحدي تشغيل مناقنا من جانب هذه المحافظة التي تعمل وفق الإرادة الكاملة للسلطة الشرعية